موسيقى زوار مسأجها الكرام حمنا بالزيارة لبيت الفنانة أتشكيلية فاطمة عبدوس حولت بيتها لمتحف لرواق تعرض فيه عشرات اللوحات أتشكيلية بداية للا فاطمة نبدأ كيف تقدمين نفسك لقراء ومجتبعي الموقع الإلكتروني شكرا أستاذ كنشكركم بزاف على التقدير لراكم جيتوا للبيت الفاطمة عبدوس في النانة تشكيلية عصامية اللي كان قدم دايما بواحد الشكر لجميع الصحفة وجميع القناوات اللي هما جاءوا لبيت فاطمة عبدوس كان شكركم بزاف وكان قدم التهاني لسيدنا كان قول لي رمضان مبارك سعيد لسيد محمد السادس ملك المغرية بتجراسنا وكان هنا الأسرة الملاكية وكان قدم الشكر بزاف لسيتكم اللي انتم ما جيتوا باش تقدموا هاد العمل ديالي الفني اللي هو كان خدموا بواحد الحب بالوطن وكان خدموا بواحد الحمد لله هو واحد التقدير باش نقدر الوطن ديالي باش نعطيه الطاقة ديالي وهذه الطاقة اللي عندي فجرتهم في الفن تشكيلي وكان شكر جميع السلطات اللي تيوقفوا معنا وتي يصهروا معنا في جميع المعارض وفي الوطن ديالنا كان شكرهم وكان قدم ليهم واحد التهاني ديال لسيدنا رمضان وكان قدم التهاني للشعب المغربي بسيدنا رمضان والله يبرك في عمر سيدي والله يحفظنا الوصلاة الملكية وحنا بهذا النهار اللي هو عظيم عند الله اليوم ثلاثة في رمضان والاربعة الحمد لله حصل لي شرف بزاف باش جوا عندي هاد مساء الجيها اللي هو ما شرفوا فاطيما عبدوس في بيتها أنا فاطيما عبدوس في الننة تشكيليا عيصامية بنت ريبات الخيل عملا صفره وهذا شرف كبير لي باش غذي تكونوا معايا في البيت ديالي كاتقدموا للمعرض ديالي اللي هو انتوما كاتشوفو عندي جميع الماضارس وعندي واحد المحبة كبيرة باش كان نرسم الله وحد ديال سيدنا عندي محبة كبيرة باش كان نرسم الله وحد ديال سيدنا وكان نرسم السلطات كان نرسم الحمد لله جميع التورات وهذا شرف كبير لي باش تكونوا معايا اليوم باش تقدموا هذا الفن تشكيلي اللي هو تيشرفني بزاف باش تكونوا معايا والحمد لله والشكر لله اللي قدرتوني قدرتوني باش غير تقدموا هذا العمل ديالي اللي هو أنا محبة لي بزيف كان حب الفن تشكي لي وعندي الحمد لله هاد المهبة أعطاها لي الله وهذه فترة من عند الله أنا مقرأتش هاد الفن هذه مهبة أعطاها لي الله الحمد لله وذا كان خويت طاقة ديالي بوحدة المحبة بالله وحد ديال السيدنا اللي هم يعطوني القوة باش نخدم. انا ما حديك نخدم. الا واحد ديال سيدنا والحمد لله راني خدمت دبلوحة ديال سيدنا سيد محمد السادس نصر والله وخدمت الصورة ديال مولاي الحسان. الله يحفظه ويطوله عمره ويخليه لنا يا ربي وحفظنا جميع السلطات اللي هما الحمد لله تيشرفونا بالتعليمات ديال سيدنا اللي كيعطيهم وتيوقفوا مع الشعب ديالهم. وكان هني الشعب المغربي على هذا الحب ديال سيدنا اللي تيحب الشعب دياله وكيعطي تعليمات للسلطات وكيوقفوا مع بلادهم. كان هني بزاف سيد عبدالطيف الحموشي موذر الامن. اللي راه تان هني بسيدنا رمضان. كان قول لي هنيئا لك. هنيئا لك بهذا المهمة اللي كتقوم بها اللي عطاك سيدنا وكتقوم بها بأحسن عمال. وكتتخدمها بجدية وبالمعقول وحنا مفتخرين بسيد عبدالطيف الحموشي موذر الامن. والسلطات كاملين الامن الوطني الدرك الملكي القوة المسلحة الملكية السلطات كاملين اللي كنقول لهم. وجميع المسؤولين اللي تيخدموا في البلد ديالنا بواحد للمعقول وبالجدية. وحنا بغينا الناس يخدموا البلد ديالنا. البلد ديالنا راه زوينا بزاف. ورح نبغينا الناس يخدموا هذا البلد ديالنا راه الحمد لله راه خدموا جدودنا ووالدينا ووصلوا إلى رسالة كبيرة وعطاونا زعماء ورسالة لكي نكملها أنا كان مثل الوليد ديالي الحمد لله وكان مثل أخوتي اللي خدموا البلاد ديالهم بواحد المحبة وخدمها في سبيل الوطن أنا كان كنكمل الريسالة ذي الوليد ديالي واخوتي هذه هي الطموحة اللي عندي أنا باش نخلي البسمها ديالي الفاطمة عبدوس الحمد لله بواحد الفن تشكيلي اللي هي غادي تخليها إن شاء الله مفخارا للمرأة المغربية هاد الشي كيشرفني بزيب باش تقدموني ونعطي هذه الكلمة فحق المرأة المغربية اللي هي الحمد لله كتخدم في جميع الماجالات وكتشكر جميع الفنانة والفنانات اللي الحمد لله قمت بجميع المعارض في جميع المدن وقدمت الحمد لله جميع اللوحد ديالي بجميع الطورات كيل الحمد لله الصور اللي هما بورتري اللي كان خدم على صورة ذيها جلالات المالك سيد محمد الساديس والسلطات وقدمت عاوتاني اللوحات اللي هما الحمد لله بالقصبة وبجميع التورات اللي هما الحمد لله عندي جميع الماضاريس اللي غازي نوصف لكم وكان خدم على النمراء المغربي اللي هي الحمد لله عندي واحد الحب كبير للشعب المغربي باش غازي نعطي واحد تاريخ الفاطيمة عبدوس تبقى ان شاء الله بالفن ديالها بالله هذا الفن اللي اعطاني الله رافي طريق انا وهذا الفن هذا اللي هو الحمد لله كي يعطينا واحد القوة باش نعطيوا الرسالة لبلادنا هذا شرف لينا باش نمطلوا بلادنا بالفن وبجميع المجالات اللي هما الحمد لله كي يشرفوا بلادنا احنا بغينا الناس يخدموا هذا التورات هذا اللي هما الحمد لله بالفن تشكيلي او الصناعات تقليدية او كي نجميع المجالات خص الإنسان يخدمهم بالجدية وبالمعقول انا راه بذيت الحمد لله شقي الطريق الراسي وعطيت واحد القوة الحمد لله بالإيمان ديالي مع الله سبحانه وتعالى تكلت على الله وشقيت الطريق الراسي وبديت العمل ديالي بديت بالرسم الأول بديت قاع بالرسم على الججاج آيات قرآنية وكنت كان أعطي دروس الحمد لله الإخوة والأخوات والفتيات والحمد لله كانت ناجحة لي هذا التعليم اللي كنت كان أعطي للأخوات وكان عندي واحدة تجيع كبير من جميع الأخوات كيتعلموا عندي وكان أعطيهم دروس وهم اللي شجعوني كان شكرهم دابا بزا بزا فراني في الأفضاري كان هني جميع الأخوات وجميع الفتيات اللي كانوا تقوا فيها وجاءوا عندي البيت وعلمتهم أعطيتهم دروس والحمد لله جميع الفتيات والأخوات ديالي أرهم دابا كي يخدموا على رأسهم كي يديروا معارض كي يرسموا لواحة أفضارهم وهذا الشرف لي باش أعطيها التقنية وأنا فيطريا وأنا هاد الفن اللي اعطاني الله أنا فيطريا راما قريتش في شيء مدراسة ولا رانيز ما أخذت شيء دروس في شيء مدراسة أنا هاد شيء اعطاه لي الله سبحانه وتعالى كان خدم وكان خوي التقاد ديالي في الفن تشكيلي وباقى باقى ما زال خاصني عندي مازال كان أعطي عندي التقاد ديالي ما زال ما زال عندي طموحات لأننا نحتاج إلى الطاقة بالفين تشكيلي بشيء إن شاء الله عامل وهو يشرف بلادنا بلاد المغرب ونحن نخدمون لبلادنا ونعطيوا واحدة طاقات إيجابية لبلادنا وهذا شرف لي اللي الحمد لله اليوم حضروا معي هذا الأساتيدة اللي هما شرفوني جاءوا عندي في سيدنا رمضان أراه ماشي سهل باش يقدروني الأساتيدة اللي هما جاءوا عندي اليوم في سيدنا رمضان باش يقدموني راه شكرا تنشكركم بزاف فنان تشكيلي يا فاطمة عبدو استساعدتوا خلال الأيام القادمة لتنظيمي معرضين برباطي الخير لماذا اخترت تنظيم هذا المعرض برباط الخير هذا شرف لي شكرا بزاف على هذا السؤال أستاذ كان شكرك بزاف على هذا السؤال هذا السؤال كان في محلو وهذا المعرض ان شاء الله باش نقدموا البلادي باللوحة ديالي بالفن تشكيلي ديال فاطمة عبدوس هذا شرف لي باش غادي تسولني هذا السؤال حيث هذا السؤال مهم بزاف أنا فاطمة عبدوس قامت بجميع المعارض في جميع المدن بلما نذكر المدن في الرباط في السلاف في كازا في مراكش في قلعة سراغنا المهم في السحرا في جميع المدن الحمد لله كان عندي واحد شرف كبير باش كي عرضوني الرؤسات اللي هما كي نقدموا معارض باش كي يقدروني كي يعطوني واحد تكريم في جميع المعارض بالشواهيد بالجائزات واخذك الجائزات الحمد لله هذه الشواهيد تقديرية باش ما يقولوا شرا شواهيد تقديرية باش كي يقدروني جميع الرؤسات كي نشكرهم وكي يقدروني الحمد لله بالكلمة الطيبة اللي كي شجعوني باش نبقى في الفن ديالي باش نعطي الحمد لله واحد السوم على المرأة المغربية بالله المرأة المغربية يرى عندها جميع المجالات تخدم فيهم وجميع المرأة المغربية يرى أخص غلي شجعها بحل سيتكم تبارك الله أساس إذا كتشجعونا الصحفة ديالنا ديال المغرب الحمد لله كيشجعوا المرأة المغربية كيشجعوا جميع التورات وجميع الفن الحمد لله كتشجعوا الناس باش يخدموا بكم حنا بهذا التغطية ديالكم باش حنا كنزدون تقوّوا وهذا المعرض هذا اللي سوّلتيني عليه باش إن شاء الله باش غادين نقدموا البلادي لربات الخير هاد المعرض راهوما ذالوا لي الدعوة رئيس ديال الجامعة كان نقدم تهاني الكبيرة للرئيس ديالنا السيدريس السيدريس اللي هو رئيس في البرنامج نقدم ليه الشكر بزاف وكان نقدم الشكر لقعد جميع الابنات اللي تم في الجامعة وجميع الأساس إذن اللي في الجامعة ديال ريبات الخير لعمل أصفره وهم اللي قدموا ليه الدعوة قالوا لي يا أجيا فاطيما عبدوس راح نبغيناك تجي عندنا ريبات الخير لعمل أصفره باش غادين نقدمو لك واحد الشهادة في حقك حيث كتمتلي بلاي ذك ريبات الخير لعمل أصفره كتمتليه أحسن تمتيل وبغيناك تجي عندنا باش نقدمو لك هذه الشهادة وندينوك التكريم قلتليهم كان شكركم أخوتي أنا راني ارتجي المعارض ديالي في جميع المدن ولكن كنت أنا كان فكر باش غادين نقدمو للمعارض ديالي تماما في ريبات الخير ولكن دا باحذر لي الشرف كبير اللي انتو مصفتوا لي الدعوة أنا ان شاء الله راني كنت بعدها اصلنا ناوية باش نقدمو للمعارض ديالي تماما ولكن دا باش شرف كبير باش غادين نجي وانتو ما راكم موجدين باش غادين تعاونوني باش ندير تماما المعارض وما غادينش نمشي بوحدي كاينة معايا واحد الأستاذة اللي هي شرفاتني بزاف صديقتي في خديجة أكناش اللي هي الحمد لله ما غادينش ننساها اللي هي طلبتها وقلت لها خديجة أكناش انتي كان عرض معاك دايما في المعارض في كازا في الرباط الحمد لله في من الراكش زي ما عرضنا في جميع المعارض وهي تبارك الله سبق لي اراها دارت لي التكريم في كازا شرفاتني في واحد المعارض ديال أمازيغ وبقات فيها بزاف ذاك ذاك تكريم ديالها وبقات تاج فقراسي حيث قدماتني في ذاك المعارض ديال أمازيغن خديجة أكناشوراني اديتها معايا باش هي تجيب الفنانة اللي في كازا ان شاء الله بإذن الله أنا غادي ندي معاي عاوتاني شي فنانات وشي فنانة من هنا من السلاو والرباط واللي بغا يمشي معنا مرحبا بي باش نقدموه واحد المعارض ان شاء الله اللي هو غادي يكون بالتورات ديال البلاد ديالي بالنسيج وبالفن تشكيلي ديال فاطيما عبدوس والفنانة اللي هما الحمد لله كانت تشرف بهم كاملين فنانة ديال مغرب ديالنا أنا احضر لي شرفي اللي يمشوا معايا الفنانة اللي هما في المدن باش يكونوا معايا في ريبات الخيل عمل أصفره باش نقدموه بلادنا بالفن تشكيلي وهاد الفن تشكيلي الحمد لله كيكون ريسالة الوطن ديالنا وباش ان شاء الله تكون فخار الفاطيما عبدوس باش يمشوا معايا الفنانة والفنانات ان شاء الله راني دابكا نوجد هذا البرنامج هذا باش نخدموه عليه ان شاء الله المعارض اللي غادي يولي ان شاء الله انتمنى يولي مهراجان علاش اللاحية غا يكونوا فيها الفنانات تشكيليين من المدن وغا يكونوا فيه التورات ديال البلاد ديالنا الناسيج اللي كيخدموه العيلة الدك الزرابي وكاين بزاف تبارك الله ديال التورات كاين الخاشب كاين بزاف ذيال التقنيات اللي هما بالتورات ديال بلادنا وهذا شرف لي باش غادي نقدموه المعارض ديالي فريبات الخيل اخر لوحة فنية اعددتها الفنانة التشكيلي فاطيما عبدوس لو تحدثيننا نعنا شكرا أستاذ على هذا السؤال هذا شرف لي باش غادي تسولني على اول اخر لوحة ماشي اخر لوحة راني الحمد لله رسمت جميع اللواحات بالصورة ديال جلالة الملك سيد محمد السادس نصر الله وبالصورة ديال سيد عبدالطيف الحموشي الحمد لله مع سيدنا كان نفتخر وكيكون عندي واحد المحبة كبيرة باش انا كنرسم الصورة ديال جلالة الملك سيد محمد السادس حيث انا محبة لي بزاف ومحبة جميع الشرافة وكنشكر جميع المسجعين ديالي اللي كيشجعوني من الفنانات تشكيليين اللي هما تبارك الله فنانا كبار فنانا عالميين وفنانات كيقولوا يا فاطيما عبدوس ها تشرفين بزاف اللي كثير سمي الصورة ديال جلالة الملك سيد محمد السادس وكثير سمي اللوحة ديال السلطات كان تتترسمي اللوحة ديال صدر عبدالطيف الحموشي هاد شي كيشرفين بزاف باتجاعة ديال خوتي الفنانة والفنانات كان شكرهم بزاف وكنعطيهم بتحية كبيرة لجميع الفنانة والفنانات حيث هما كيف تخرون بيها أمام اللوحة التي تشترك مؤخراً ومعدي لواحة من سيدنا وصدي عبد الطفل حموشي لحفظه وطول عمره ومعدي لواحة دارك الملاكي غير هي اللوحة التي تشتغل عليها اللوحة من سيد محمد السديس ملك المغريب تجراسنا ومع السورة ذي المولاي الحسان الله يحفظوه طول عمرو السورة ذي المولاي الحسان مع جلالة المالك سيد محمد السديس وكان عندي واحد الحب كبير وكانت عندي واحد الفرحة كبيرة باش نرسم السورة ذي الجلالة المالك سيد محمد السديس وانا كان نرسم السورة ذي المولاي الحسان الأمير الجليل الله يحفظوه طول عمرو والله يحفظنا الأسرة المالكية ويحفظنا جميع الأمارة سوف نصنعها سوف نصنعها سوف نصنعها سوف نصنعها سوف يوقف خد خ Ch Heat به هم outra ها شهاد السanks انما من العودة سوف نصنع nossa سوف نصنع الس蒸ا السلس اشتركوا في القناة